يعني انتو لا بتكون الناس تمشي صح ولا بتكون ايانا نمشي عوج مش معقول الحق واضح واضح وضوح الشمس ولا يمكن للغربالي ان يغطي هذه الشمس يجي فورا على مصر العروبة مصر اللي تعلمنا منها التضحيات مصر اللي كانت هي ظهر الامة مصر العصار اللي متكة عليها لما نكبر مصر ام الدنيا الشقيطة الكبرى وين النخوة وين المرؤة بعد شطرين ننضبح في بعض ونقتل في بعض استصارة غزة عدونا خلينا نشوف مصخرة من مساخر الاعلام المصري لشخص تافه لعل الحقارة تخجل الحقارة بنفسها تخجل ان يتهم هذا الشخص والحق الصفة صفته فيها خلينا نشوف عكاشة وكلنا وراك يا دكتور والله كل الشعب ورا حضرتك ايه مش عايزة اقولك الشعب عامل ازاي بسبب الكلام ده غزة مين وزفت مين كان فان شعب غزة ده وبيتم الهجوم على سينة وبيتم الهجوم على السجون وبيتم قتل خمسة وعشرين زابط وجندي في رفع وبيتم سبعتاشر كل ده فين وانا بقوله انا لأول مرة اعلن انني ضد الفريق صدق صبح في وزير الدفاع في فعلته بارسال ارسل كم قافل خمسة نشفكر خمس قواف كم خمسة النهاردة خمسة اه غير بتقوم برح اه الاجمالي كلهم خمسة وعشرين خمسة وعشرين ايه خمسة وعشرين قافلة خمسة وعشرين مكتوب عليها الشعب المصري انا عايز اقولهم ما تتكلموش باسم الشعب ايه مكتوب عليها من الشعب المصري طيب يعني بقى مش من الشعب المصري صدقي انا ضدك يا عم ضدك راس طيب بس هو عايز بيقولي الرئاسة هي اللي مكلفة مش الجيش انا ماليش دعو بالرئاسة انا ضد السيس الجيش مالوش انا ضد السيسي في هذا اتقرار وفي هذا التحرك وشعب مصر كله ضد ايه يا عم السيسي ايه اسفلت الرئيس على ترفع لنا الاسعار ونوتكو تقدير غزة ايه ونيلت ايه بلا غزة بلا مصيبة بلا نيلة بلا اهباء الله ده احنا من سنة تمانية واربئين واحنا واقعين في الدم بسبب ناس باعوا عضيتهم هم باعوا نفسهم اصلا واحد بايا نفسه اروح لقوله لا ايه النبي عشان قاط ايه يا اسفلت الرئيس يا اسفلت الرئيس انت هتعلين السكر توصله قلب انت عايزت موتني بالحداءة الله يا اخوان هذا رجل لو رفع الحذاء بوجهه لصرخ الحذاء باي ذنب اضربه عندما يتحدث شخص تستافه زي عكاشة ويضع انسانة يعني اخجل ان اكون ان اتهمها بالعهر السياسي والعهر الاعلامي عندما تزايد على شعب مصر وتقول القوافل اللي رايحة بالغزة حرام تروح الشعب المصر مش ممافق عليها عندما يخرج امثال هؤلاء مدعي الاعلام ليعبروا عن رأي الشعب المصري اتفوه على هيك اعلام وعلى هيك قناة قناة الفراعين الفراعين راحوا واستبدلهم الله بقوم خير من هؤلاء القوم استبدلهم الله بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصر عربية اسلامية وستبقى مصر مصر العروبة مصر الاسلام قلعة الصمود ايامه بتروح وبتعدي راح يزير الصح ويرجع الصحيح وراح ترجع مصر تقود راية الاسلام وراية العروبة ستتحرك جيوس مصر لتحرر الاخصى غزة بش محتاجة لقوافل غذاء ولا طعام ولا شراب غزة بحاجة الى موقف الى موقف عزة وموقف كرامة اهل غزة ما بدهم طعامنا نرسلهم طعام وشراب اهل غزة يريدون الرجال الرجال الذين لا يقبلون بالضيم أبدا المنية ولا الردية يا توفيق عكاشة يا رداح يا تافه والله الشعب المصر كله بيحتخرك كفاك قذبا ونفاقا في التحريض على الغزة ما كان لعربي ولا لمسلم ان يقتل اخاه العربي والمسلم بش اهل غزة اللي قتلوا الجنود المصريين ونحسبهم عند الله شهداء باذن الله تعالى ما حد فينا بتمنى لجندي عربي او رجل الامن عربي انه يجرح او انه يصاب لانه مصاب ومصابنا احنا متمنى خير لكل الجيوش العربية متمنى الخير لقول قوات الامن العربية لانه بالنهاية سيأتي ذلك اليوم اللي فيها اولاء يتخذون الموقف لتحرير فلسطين الخير في وفي امتي الى يوم القيامة هكذا علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بش بتهرض على اهل غزة وبتنافقك هاي حياتي الدرديري والله بتفرجوا عليك عشان يضعك وبدال ما روحوا يحذروا مصرحية لعادة الامام او اتفرجوا على فيلم فكاهي والله بشوف الناس وقولوا حطنا على الولد ده ده التافه عكاشة هنشوف هيدحكنا ازاي اللي ده بصدق حالك اعلامي صاحب نظريات اعلامية والمصيبة لما يكون واحد تافه بفكر كل العالم متخلفين هو الوحيد اللي بفهم قال عندي نظريات في الاعلام تدرس في امريكا بتدرس ايه بتدرس العمالة والخيانة لا حول ولا قوة الا بالله العزي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العظيم نشوف مخرجنا ايش حطنا اليوم شوف المجرمين الصهاينة كيف بيقصوا في البيوت تفرج يا عكاشة هؤلاء اهل غزة هم القتل الجنود المصريين ما تذكرش الكنيسة اللي بيّن انه ازلام مبارك اللي هم القتلوا وحرقوا وكانوا الاخوان هم اللي بيحموا ما سمعتش الكلام دا يا عكاشة اشتركوا في القناة